اشتركوا في القناة لكي تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس يونس بالهندا يعود لعارين الأصود على حساب مدلل خالع لزاتش بات في حكم المؤكد أن يعود الدولي والمغربي يونس بالهندا لعب أدنسبورة توركية لصفوف المنتخب المغربية فصاحب الاثنين والثلاثون سنة يدخل مفكرة النخب الوطني وليدر جراغي الذي يسعى للاعتماد عليها في المعسكر التدريب المقبل لأصود الأطلس المقبلين على مواجهة تشيلي والباراقوايا في الثالث والعشرون والسابع والعشرون من شتنبير الجاري بإسبانيا ومن المنتظر أن تكون عودة يونس بالهندا لصفوف المنتخب الوطني على حساب مدلل ربان منتخب المغرب السابق وحيد خلال زيتش اللاعب أيمان برقوق متوسط ميدان ماينز الألماني الذي يعاني هذا الموسم في البوندسليغا ما قد يجعله مهددا بالغياب عن نهاية كأس العالم قطر الفين واثنين وعشرون عاجل حمد الله يبعث رسالة إلى وليدر جراغي قبل مبارية المنتخب المغربي وجه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله رسالة مشفرة إلى الناخب الوطني وليدر جراغي في ظل إمكانية عودته إلى المنتخب المغربي ومعانة المجموعة على مستوى الخط الأمامي وتحدث حمد الله عن عودته إلى الميادين بعد تعليق التوقف الذي كان صادرا في حقه من الاتحاد السعود لكرة القدم وقال حمد الله أنا الحمد لله مستعد للعب في أي وقت وأتيت مع الفريق ولعبت المباراة وأي شاء خارج الملعب فهناك محامين ومختصين يعملون على ذلك وكانت تقارير سعافي قد أوردت إمكانية استدعاء الرجراغي لحمد الله فإذا للخصص الواضح على مستوى الخط الأمامي بعد إصابة طريقة سدالي وتراجع مستوى يصف صاري يذكر أن الرجراغي سيكشف عن قائمة المنتخب المغربي للمعسكر المقبل الذي سيعرف مواجهة كل منتشيل والباراقواي والديان منتخب الناشئين تعرض لهمجية واستفزازات مدبرة قال فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن أشبال الأطلس تعرض لهمجية خلال نهاية كأس العرب للناشئين بالجزائر وأضف القجع خلال استقبال أشبال الأطلس في المطار أن المنتخب المغربي تعرض للاستفزازات مدبرة قبل مباراة نهائية مشيرا إلى أن الأمر كان له تأثير واضح على أدائه في المباراة رئيس جامعة الكرة ذكر أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس سيعمل على حفظ كرامة أشبال الأطلس مؤكدا أن كل الأمور ستصخر للحفاظ على الأهداف النبيل لكرة القدم وسيادة الروح الرياضية داخل الملعب مدرب باري يخرج عن صمته ويتحدث عن استداء وليتش ديرا تحدث مدرب نادي باري الإطالي ميشيل منياليا عن لاعبه المغربي وليتش ديرا بعد الاستداء الذي طلقاه اللاعب بتواجد في اللائحة الأولى للمنتخب المغربي من أجل المعسكر الإعداد المقبل نهاية هذا الشهر وطالب المدرب بعدم الضغط على اللاعب أكثر من اللازم مشيرا أن اللاعب رغم تلقيه الدعوة لتمثيل المنتخب المغربي لم يتغير رغم تصليط الضوء عليه في الأيام الأخيرة من طرف الإعلام وأضف المدرب أن لاعبه وليتش ديرا لعب دكي ومتواضع متمنيا مواصلة على نفس النسق من التألق لمساعدة فريقه الإيطالي وتمكن وليتش ديرا من تسجيل أربعة أهداف في الدور الإيطالي بالسيربي وخمسة أهداف في كأس إيطاليا كأبرز هداف في إيطاليا حاليا وسيتعرف الجمهور المغربي على اللائحة النهائية التي سيعلنها الناخب الوطني الجديد واليدرقراجي والتي ستشارك في تجمع الإعداد المقبل يوم الأثنين القادم مصدر هذا الخبر عموت يتبرأ من ضياع السوبر ويحمل مسؤولية الهزيمة للاعبيه حمل الحسين عموت مدرب الويداد الرياضي لكرة القدم مسؤولية الهزيمة في السوبر الإفريقية لبعض اللاعبين دون ذكر أسمائهم وقال عموت خلال الندوة الصحفية التي أقبت المواجهة إن بعض اللاعبين ملزمين بمراجعة أوراقهم وعليهم أن يتخذوا هذه المباراة كدرس لهم وضف مدرب الويداد أن فريقها لم يكن جاهزا بنسبة كبيرة مشيرا أنهم يرتكبوا أخطاء كان يجب على المجموعة تفاديها وكشف أنه حاول طيلة الأسبوع المنصرم تغيير النهجه وأسلوبه التكتيكي والعمل على تطبيقه إلا أن بعض اللاعبين فشلوا في ذلك لقجع لأشبال الأطلس كنتم أبطالا والآخرون عبروا عن تخلف كروي قال فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المغرب جميعا تابعوا الأحداث التي شهدها نهاي كأس العرب للناشئين بالجزائر والتعنيف الذي تعرض له اللاعبون المغاربة ووضف القجع خلال استقبال أشبال الأطلس أن ما حدث غير مقبول بتاتا خاصة حينما يتعلق الأمر بأشبال في سن أقل من 17 سنة رئيس جامعة الكرة ذكر أن الحضور الرسمي لاستقبال منتخب الأشبال سواء في المطار أو في مركب محمد السادس لكرة القدم هو اعتبام برعاية الملك محمد السادس وخاطب القجع لعبي المنتخب بالقول استقبلناكم استقبال الأبطال لأنكم فعلا كنتم أبطالا في كل شيء سواء في الملعب أو الروح الرياضية وبرهنتم على المستوى الرياضي وتشبتكم بالثقافة الكروية وللأسف أن الأخرون افتقدوها كليا وعبروا مرة أخرى عن تخلف كروي لا يمس للرياضة ولا للأخلق الرياضية بصلة الجزائر بن شيخا مباراة السوبر أعطت صورة تنطلق بصمعة كرة القدم المغربية أعرب عبد الحق بن شيخا مدرب فريق نهدس بركان عن سعادته الغامرة بالتتوج رفقة مجموعته بلقب كأس السوبر الإفريقي مؤكدا أن المباراة التي جمعت فريقه بالويداد الرياضي مساء السبت بالمجمع الرياضي الأمير ملعب دالله بن رباط أعطت صورة تنطلق بصمعة كرة القدم المغربية وقلب بن شيخا في الندوة الصعفية التي أعقبت المباراة التي حسمها الفريق البرتقالي لصالحي بتنائية نظيفة نحن سعداء بالتتوج كانت مباراة تنطلق بصمعة الكرة المغربية والبطولة لعبنا ضد فريق قوي ومدرب محنك وأضف لقد أحسسنا بتقليل ويداد في الملعب وحاولنا أخذ مفاتيح المباراة لعب فريق قدم مباراة كبيرة وأشكرهم على التكتيك والروح القتالي التي ظهروا بها وفي معرض حديثي عن الأهداف المسطرة مع نهدس بركان سيما بعد تحقيق ثلاث ألقاب خلال موسم واحد قال بن شيخا يصعب علي تحديد المستقبل لكن هناك عزمة لنكون ضمن الأوائل في الدورة الاحترافية لدينا المزيد من العمل ينتظرنا أنا في المكان المناسب حاليا من إمكانيات عمل وكل شيء وخلص إلى قول لدينا قناعة بأننا نستطيع أن نفس لكن هناك فرق قوية على مستوى عالي في البطولة لذا علينا أن نعمل بجد ويعد لقب السوبر الأفريقي ثالث تتويج يحققه ناضي نهدس بركان بعد إحراز كأسا الكونفيدرالي الأفريقي لكرة القدم إضافة إلى مسابقة كأش العرش وذلك في موسم واحد